بهمة كبيرة وعزم لا يلين يقف أبطال قوات حرس الحدود بشموخ في المنطقة السادسة على طول السياج الفاصل بين الحدود العراقية والسورية ضمن منطقة محافظة نينوى مؤكدين أن قاطع مسؤوليتهم آمنة ومستقرة ما دام هناك رجال شجعان يقفون سدا منيعا أمام من يتجرأ أن تطأ أقدامه تراب الوطن نتيجة الوضع الأمني في سوريا وتحسبا لأيطار جرى تعزيز القوة القتالية والاستعداد القتالي لقيادتنا من خلال فرز قطاعات من الجيش بأمرأة القيادة وأيضا إنشاء خطوط دفاعية تلي خط الحدود الأولى الممسوك من قبل الحدود بالإضافة إلى الإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية خلال هذه الفترة أحب أطمن الجميع بأنه حدودنا آمنة وممسوكة بقوة وضعنا خطط كفيلة بالحد من حركات العدو سواء المتسللين والمهربين ساكنوا القرى العراقية الحدودية عبروا عن مشاعر الإطمئنان لديهم مؤكدين أن الحياة طبيعية في مناطقهم وأنهم يقفون جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية التي تحرس حدود العراق بكل ثقة الحمد لله الوضع حيزين والسلامة قوات الحدود تعاونين معنا الحمد لله وضع ماكو شيء الحمد لله نجي بالليل والله ذاك اليوم مشيت الساعة خمسة مع الحدود الحمد لله ما شفت أي شيء الحمد لله ماكو لحد هالدقيقة ماكو شيء والقوات الأمنية ما شاء الله يعني جيدة فول فول يعني حيزينة التحصينات الأمنية القوية على طول الشريط الحدودي ومرابضة رجال حرس الحدود أعطت رسائل الإطمئنان بأن الحدود العراقية آمنة ولا يمكن تجاوزها بقوة الرجال الأشاوس نطعم أن جميع شعبنا العراقي بأننا واسكين الحدود السورية التابعة على محافظة نينوة ولا يوجد لأي خرق أمني ولا أي تسرب في الحدود وتبقى الحدود العراقية السورية في قاطع محافظة نينوة آمنة ومستقرة بجهود وشجاعة أبطال حرس الحدود الذين يواصلون الليلة بالنهار ويضربون كل من يحاول الاقتراب من أرض الوطن من أقصى الحدود العراقية السورية بمحافظة نينوة نورفاضل العراقية الإخبارية